ارفع صوتي من فوق هذا المكان الطاهر. واقولها بصراحة ان الاسلام في معركة مع الشرق والغرب على حد سواه. وما اوزي الاسلام بقدر ما اوزي في الربع قرن من الزمان الماضي. واسألوا التاريخ اسألوا التاريخ هذا السؤال ما هي الخدمة التي قدموها للاسلام من سنة اتنين وخمسين الى عهدنا هذا. الخدمة سجون ومعتقلات سجون ومعتقلات لا ارضى لا ارضى ان يكون فيها عدو الله موسى دياه لا انسى يوم دخل احد السجانين على شاب مسلم وكان ذلك في بستيل مصر في السجن الحربي وكان مفروضا عليهم ان يقوموا بمسح الزنازين من الساعة الرابعة قبل الفجر. وكانت القصرية التي نتبول فيها هي نفسها التي نشرب منها. ودخل الجلاد. وقال لذلك الشاب هل غسلت الزنزانة? فقال له نعم. قال ارفع هذه القصرية فرفعها. فوجد تحتها بولا. فقال له لماذا لم تمسح هذا البول? فقال له الشاب المثقف المسلم. لقد نسيت وسامسحه الان. فقال له الجلاد لابد ان تمسحه بلسانك. بلسانك. امسحه بلسانك. هذه هي الخدمات التي قدمناها للاسلام. ما قدمنا للاسلام خدمة. بل اننا وضعناه وراء القطبان يشكو لربه ظلم العباد. في الوقت الذي كانت الشيوعية ترتع فيه. والتبشير بالصليبية يرتع فيه. ومع ذلك خرج من الشيوخ من احل دماءنا. وقال ان قتلنا حلال يقرب الى الله مستدلا بقول مولانا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. او يصلبوا. او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. استغلوا اصحاب العمائم البيضاء. استغلوا اصحابها في اصدار فتاوى تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدى. هل من يقول لا اله الا الله? يحارب الله ورسوله? هل الذي يقول لا اله الا الله? يحارب الله ورسوله? ويسعى في الارض فسادا? يسعى في الارض فسادا? والله يا اخوة يا عزاء لا انسى يوم طرق الباب علي في اليوم الرابع عشر من ابريل. عام ست وستين وتسعمائة والف. وكانت الساعة تقترب من الثانية والنصف. وفوجئت برجال اشداء غلاض لا تعرف الرحمة الى قلبهم سبيلا. دخلوا البيت بدون استئذان وبحثوا في الكتب فلم يجدوا فيها كتابا يستطيعون ان يضعوا عنه تقريرا لم يجدوا الا كتاب الله. ولكن امروني ان ارتدي سيابي لمدة خمس دقائق اذهب معهم الى هناك. وقلت خمس دقائق هذا شيء يسير ولبست الثور وزهبت الى هناك حيث لا يعلم ما هناك الا الله. فكانت الخمس دقائق حولين كاملين. ولم يكن معي الا ثوب واحد مزقته الايام تمزيقا وكان سؤالي مع الله ان ادعواه قائلا اللهم اصطر عورتي. مزقت الثياب. ووضعت الجبة تحت رأسي لانام. ونمت ليلتها حزينا. لماذا كل هذا واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت? ورأيت في المنام ابا بكر الصديق الصحابي الجليل لرسول الله رأيت واقفا امام قبر المصطفى ورآني رآني وحيدا في زنزانة احكم اغلاق بابها. انام على ارض جرداء. لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق الا قول الحبيب المصطفى لابي بكر ما بالك في اسنين الله ثالثهما. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. من اراد مؤنسا فالله يكفيه. ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه. ومن اراد واعظا فالموت يكفيه. ومن اراد الغناء فالقناعة تكفيه. ومن لم يكفيه شيء من هذا فان اللارة تكفيه. ونظرت الى الصديق. وقد قرأت اوصافه في كتب السيرة. ونظر الي وكأنه يرى ما في نفسي. وقلت له ايرضي الله هذا يا صديق. واذا به يقول لي يا الم تقرأ قوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه واذبار النجوم. يا معاشر السادة خمس دقائق. خمس دقائق عندهم تساوي حولين كاملين. باي زمن? انا ما زلت حتى الان اطرح هذا السؤال باي زمن? اتحدى اي مسؤول في مصر ان استطاع ان يختلق سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين. اتحدى باعلى صوتي لو استطاع ان يقول سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين. ولكنني اؤجل المساءلة الى يوم يقول فيه الله. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فاصبر صبرا جميلا. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهج وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة نعم ان في السماء مملكة قاضيها هو الله. هو الله. هو الله. هو الله الذي يأتي بالظالم والمظلوم فيقول للمظلوم تقدم. ويقول للظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم. ايها الظالم لا تتكلم. ماذا قدموا للاسلام? وللاسلام بالذات? اسألوا التاريخ ماذا قدموا للاسلام? قدموا للاسلام اي شيء? ان الاسلام ان الاسلام عاش في حرب شعواء ضروسا. في حرب شعواء ضروس لا هوادة فيها. انني انادي على الامة. واقول له محضر الغزوة الثقافية من الشرق والغرب على حد سواه. روسيا وامريكا مختلفتان متنازعتان ولكنهما تتحدان اذا كان العدو هو الاسلام. اذا كان العدو هو الاسلام فلا خلاف بينهما ولا نزاع. لا خلافة ولا نزاع. نستودع الله دينك وامانتك. يوم الخامس عشر من مايو واحد وسبعين يوم الصراع على السلطة. يوم الصراع على السلطة. يوم زلزلة الارض تحت اقدام البقية الباقية من جبابرة مصر يومها. يوم سيق شعراوي وصبري وسامي. يوم سيق شعراوي. والى الله اشكوك يا شعراوي. كلما قدمت له كشوف الافراج ورأى اسمي من بينها امسك بقلمه الاحمر وشكوك على اسمي بالزاد. اين ينام الان شعراوي? لي معك لقاء في ساحة العدالة? يا شعراوي? يا من هتقتى الاعراب وستكتى الدماء. يا ظالم. يا ظالم. لا تزلمن اذا ما كنت مكتدرا. فالظلم ترجع وقباه الى الندم. تنام عينك. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك. وعين الله لم تنميت. نام شعراوي في نفس المكان الذي نمنا فيه. والله الذي لا اله غير اقسم يمينا بالله غير حانس لو ان اليهود هم الذين اعتقلونا واشرفوا على ادارة السجون ما فعلوا بنا معشار ما فعل بنا هؤلاء. يمينا بالله. ما فعلوا بنا معشار ما فعل بنا هؤلاء. اسمعت بالانسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون? اسمعت بالانسان يوضع رأسه في الطوق حتى يبتلى بجنون? اسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول انا المسيء خذوني? اسأل فرى الحربي او جدرانه? كم من قتيل تحته وطعين? من ظن قانون الهناك فانما قانونهم هو حمزة البسيون? لا اليهود قوم عقلاء ليس برابرة اما شعراوي وفرقته شعراوي وصبري وسامي وشمس وغيره ممن احصاهم الله في قائمة سوداء هؤلاء ليسوا مصريين وليسوا من اهل بلدنا ليسوا من اهل جلدتنا لو وزعت قسوة قلوبهم على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد من الناس. هؤلاء الناس الذين كواوا ظهورنا بالكهرباء اسلاك الكهرباء تصلت على الاحياء. اعقاب السجائر تطفى في الظهور العارية. في المواضع الحساسة في القبل والدوبر. نساء عاريات يعلقن من ارجلهن. اطفال في سن الرضاع. زنازين ملئت بالماء حتى الصبر. والبرد شديد. والبرد شديد. اظافر تقلع اقتلاع. سلخ للجلود. وضع للادمي في اعبار المجاري. ولقد كرمنا بني ادم. في ماء المجاري. في ماء المجاري. يا رب. انا ما تعديت القناعة والرضا. لكن ما هي قصة الاشجان. اشكو في فمي الطراب. وانما اشكو مصاب الدين للديان. اذكروا يوم الخامس من يونيو. والثامن والعشرين من سبتمبر. والخامس عشر من مايو. وقف الزعيم الملهم يومها امام قبر لينينا في موسكو. يؤمن قرارا باعتقال ثمانية عشر الفا في يوم ستة سبتمبر خمسة وستين. بينما وقف محمد ابن عبد الله. يوم الفاتح يقول لاخل مكة ما تظنون اني فاعل بكم. اسمعوا اسمعوا وقارنوا بين الرجال. قارنوا بين القادة. اهل مكة. الذين حربوه احدى وعشرين عاما. اخرجوه من بلده ما تظنون اني فاعل بكم? قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فماذا قال? هل اصدر امره الى مشيره? الى المشير. تعتقال اهل مكة? لا. قال لهم اكون لكم كما قال اخي يوسف لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا اذهبوا فانتم الطلقاء وصبر قرار عفو شامل. قرار عفو شامل. والنبي يتكلم من اعلى مستوع قرار عفو شامل بينما كان معنا في السجون شيوخ فقدوا البصر. وشيوخ زاد سنهم على الثمانين وخرجوا موتى من سجن ابي زعبا. ولم يسمح لهم بعفو صحي بعفو صحي. وتعبت في السجن. اصبت بتاعه. وكشف علي طبيب اسمه مريس. وقال مما تشكو قلت له اشكو من قدمي. فقال لي متهكما بطلوا صالح. بطلوا الصالح. وسكت سكت في نفسي مرارة. وقلت اذا وصف الطائية بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل. وقال السهل الشمس انت ضائلة وقالت دجا للصبح لونك حائل. وفخرت الارض السماء سفاهة. وطاولت الشهضة الحصى والجنادل. فيا موتزر ان الحياة مريرة ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. قواد السجون ناصف مختار مسيح قائد طرى فوز خليل مسيح قائد ابو الزعب. الاطباء مسيحيون. حتى كان الواحد اذا دخل على الطبيب. يقول له بعنجهية. قف بعيدا عني. لانك جرب. النصران يقول للمسلم ايه بعد لانك جرب. لماذا كل هذا يا زعيم مصر يا ملحى. يا ملحى. حتى يطمئن انهم ادوا الرسالة على خير وجه. لو جعل قواد السجون مسلمين. ربما عطف المسلم على المسلم. ولكن قائدنا كان يفكر بعض قرية فزة. وعقلية ناضجة. معاشر السادة اذهبوا فانتم الطرقاء. ويعود مع رسول الله الى المدينة بعد فتح مكة. ترفرف عليه راية السكينة. انا فتحنا لك فتح مبينا. انني قرأت لكاتب الاخبار يوم السبت ذكرياته في السجن في سجن طراء. وكتب يقول كان الهواء يباع في السجن. وكانوا ينشقون هواء دورات المياه فانه اصفى من هواء الزنزالة المختلف. ثم عرض بعد ذلك لحادث قد لا يدركه الا من دخل السجون وعرف نظام السجون في مصر وهو العن نظام في العالم. نظام السجون في مصر. قال الكاتب دخل الشاويش ذات يوم. فاجرى عملية التمام فوجد مسجونا زائدا. وانخلب حال السجن كله. واخذ بعض المساجين يقول للشاويش يمكن يكون احد المساجين ولد ولد. وهذه الكلمة كلمة لها دلالة. ودلالتها مؤسفة ومحزنة ومخزية. شرحها الكاتب بقوله لان هناك جماعات في السجون يمارسون حالة الشذوذ الجنسي. يعني عمل قوم لوت. هذه حقيقة. هذه حقيقة تجري بين الناس في السجون. يتزوج الرجل اخاه السجين ويقربه بفعل فاحشة. ويذهب الى السجان ويطلب منه ان ينام بجوار فلان. هذا نظام السجون. كانوا يقولون ان السجن تأذيب وتهذيب واصلوح. ولكن السجن في مصر تحطيم وتخريب وافساد. يدخل استجين بجناية واحدة فيخرج بسبح موبقات. يخرج بالشرك بالله والسحر وقتل النفس. وقل في المحصنات الغافلات المؤمنات. واقل الربا واقل مال اليسيم والتولي يوم الزهر. يقول ذلك الكاتب ان الهواء كان يباح في السجن. وانا اقول له ان ما لاقيته في سجنك لا يساوي جزءا من مليون جزء. مما لاقاه المسلمون في السجن الحربي. اذكر ان احد الذين دخلوا السجن الحربي ضربه احد الجلادين صفعه بالقلم على اذنه فطار سمعه. فذهب الى طبيب السجن. وقال له يا دكتور. ان احد الجنود ضربني فاطار سمعي. يشكح له للطبيب. والطبيب معروف بانه رسول الرحمة. ان الرسول قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. فماذا فعل الطبيب يوما? ماذا فعل بمن ضرب على اذنه فطار شرار النار من اذنه وعينيه? ماذا فعل? وكان هذا الطبيب شقيق احد مراكز القوة. في مصر البائسة. في مصر التاهسة. مصر التي سجن السبي الله يوسف. قال له الطبيب اي اذنيك? اي الاذنين اصيبا? فاشار له المريض على اذنه التي اصيبت. واذا بالطبيب يرفع يده ويصفعه على اذنه التي اصيبت. يضربه ليكمل له الدادان. ويقين له الصاع فاعين. اذا كان هذا خلق الطبيب فكيف يكون خلق الجلات. انما رقيته يا كاتب الاخبار. لا يساوي جزءا من مليون جزء. كانت هناك صدمات كهربائية عنيفة. كان هناك اطفاء احقاب السجائر في الاماكن الحسازة من الجزء. كان هناك زنزانة تملأ بماء المجاري. ويقف المظلوم فيها. فاذا اخذه النوم سقط في ماء المجاري فمات. كان هناك طريقة تسمى الموت الصامت. الموت الصامت حبارا عن ان يدخل الجبار من الجبابرة فيمسك بخصية المظلوم فيفرقها بين يديه فيموت. كان هناك طريقة تدعو الى تسميم الدم. بدون اذى. قطعة من البلسطر توضع على سطحة الزكر. وضعا متمكنا وتربط يد المظلوم. ويحبس البول فيه فلا يستطيع ان يصرف البول فيموت مسموما. ومع هذا كان هناك رب كان هناك من يقول ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الا ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الافصار. وقد يكون لله تعالى حكمة بالغة ان يدخل كاتب الاخبار السجن ليكتب. فانه يستطيع ان يكتب. ويستطيع ان ينشر. ليرى حال الناس. وكيف كانوا يعانون. وكنا نحن في الشوارع ننادي قائلين كانوا يريدون ان يقتلوا المطربة شدية. وهل في قتل شدية اصلاح? كانوا يكرهون كوكب الشرق وكيف يكرهونها? وهي التي تقول ولد الهدى. كانت هذه اقوال الناس يومها. ويوم ارتفعت اصعار المكرونة والرز غضب الحباد. ما غضبوا لله مرة وانما غضبوا عندما ترتفع اصعار اوطة. وان انسى لا انسى هذا اليوم الذي مر فيه مدير المعتقلات. كان في نصر ادارة كتابها ادارة المعتقلات. مر بنا مدير المعتقلات ونحن في العنب الرقم اربعة في سدن طرى. فوجب صفيحة تراكم عليها الصدى. وفي قاعها بعض حصات الملح. فنادى على قائد المعتقل. وقال هتحضر لهم ملحا? هل يقضون مدة العقوبة ليتمتعوا بالملح حتى دنى على الملح الخشل? لم يرضى لنا سيادة المدير ان ذوق ملحا تراكم عليه الصدى واكل عليه الزمان وشرب واستنشق وطمضن. والله يعلم ان سيادته تنتظره سيارة فاخرة خارج السجن. وتنتظره فينا انيقا وطهرة حمراء. يقضيها في الدنيا لتكون امتدادا له في العذاب يوم القيامة. كان احدهم يدخل علينا والحر في اغسطس تكاد تميز من الغيب. فيغلق عليك الزنزانة ويتركك ناظرا اليك نظرة السخرية ليستنشق نسيم الانهار والبحار. ليقضي الايام على شوفي البحار. يا هذا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك. تنام عينك. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك. وعين الله لم تنمي. وعين الله لم تنمي. ان مصر ان مصر كانت كما قال مولانا وبرد الله مثلا قرية كانت امنة مصمئنة. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بانعم الله. عندما ظلمت. وعندما بطشت. وعندما تلبت. وعندما نهبت. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. لم يقل فالبسها الله لباس الجوع والخوف. انما قال فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. لو قال البسها لباس الجوع والخوف. لكان اللباس من فوق جسدها. ولكن اذاقها اللباس الاذاقة تكون في اعماق النفس. واللباس يكون متمكنا من خارج النفس. فهي في الداخل والخارج جوع وخوف. بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ويستكبرون. فكانت النتيجة كما نرى. عندما القي بيان منذ ايام في مجلس الشعب كان الشعب كله ينتظر من رئيس الوزراء كلمة واحدة لا ثانية لها. كل الجالسين حول اجهزة الاعلام يكانوا ينتظرون كلمة واحدة لا يريدون سواها. الا وهي ان يقول لقد رفعنا المرتبات. ولكن لم يسمعوها. وقال اننا سنلغي للبخارات على من قل مرتبه عن سلاثين جنيها. قال احدهم يجب ان يكون الالغاء عن الكل فقال ان هذا يكلفنا الكثير. وقاموا يجرون وراهم اذيان الندم. يا معاشر السادة. لا تسألن بني ادم حاجة وسل في ابوابه لا تحجبه. الله يغضب ان تركت سؤاله وتربن ادم حين يسأل يغضبه. ان عمر ابن الخطاب لما تناول الخبز والملح قال لعامله خيرا فيما اتيتنا. قال له يا امير المؤمنين هذه هدية ارسلها امير ادريبيجان اليك ففتحها امير المؤمنين فاذا هي علبة بها بعض الحلوى. احد الامراء يريد ان يقدم هدية لعمر. واذا بعمر يوجه هذا السؤال للعامل. ها كل المسلمين اعطيتهم هكذا? قال يا امير المؤمنين ان هذه الحلوى لا تسمع الا في هذا الاقليم فقط وهي قطرة بك. وظن ان هذا الكلام سيلين اعطاب امير المؤمنين. ولكن اذا لان الحديد فلن تريم اعطابه امام الحق. انه الرجل انه الرجل الذي كانت ينادي. يا ليس امي لم تندني. ليسها كانت عقيمة. اكل المسلمين اعطيتهم هكذا? قال لا. قال اذا تذهب بهذه الحلوى. وفرقها على فقراته. المسلمين في مسجد رسول الله. وقل لاميرك عمر يقول لك ان عدت الى هذا العمل مرة اخرى فلانزلن بك قاصمة تقصم فقار ظهرك. هذا هو الضمير. وهذا نباع الضمير. ان النبي لم يبدأ بتكوين حزب ولم يبدأ ببناء مصنع انما بنى مصنع الضمير اولا. علم الناس ان يشعروا بان هذا حلال وان هذا حرام. ولا يمكن ان تقوم للاخلاق قائمة ما دامت اجهزة الاعلام على وضعها الحالي. لا يمكن. شو بقى لما في سنة خمسة وستين جمال عبدالناصر يصدر امر الى مدير المستخدمين. يقول لهم اكتبوا لي تقرير عن كل واحد له ما شديني. والله الحصير. يوم يجي واحد. يقول لي واحد لما اغزى فلاني واعتدها علي. يقول له ليه? يقول له عشان انك يتبتلك في اللي في التقرير انه بيصلي. يا سادر. بصلي? بصلي ولا حرامي? بصلي? شوف انا مدير عبدالناصر يشوف حدد المصنعين كما عشان يؤديهم السيد. ويفصل لنا بدل قبل ما ابن ابو زعب المسانة. تصدر الاوار من خرشوف. من روسيا. ان الاشتراقية مهدلة في مصر. مستقبلها مش تمام في مصر? يقوم جمال يقول لهم ليه? يبعت على صبر. رح يعالي يقول لهم الاشتراقية مهدلة في مصر ايه? يقول لهم ان فيه عماصر متدينة. واحنا ما بنرتحش في المتدينين. طب اعمل ليه? مش هريدكم اغزى اللاجيمة الا لما تترب الناتية تحتكيلهم. ابن ابو زعب الخمس دوار فيه ميتين زنزانة وفيه عمبرين حيوين جدا كله عمبر في ماشر قوضة. روحوا سكنوهم بدل ما بتعتقلوا الناس فيه. تكون دهية لابطوة الصورة. روحوا سكنوه. روحوا سكنوه محسن. حل ام حزمة الاسكال. والله يا سيدنا الشيخ عمبركم مش بطالة يعني. حقيقة مبنية جديد. مبنية جديد. البدر اتفصلت. واتجيبنا من التناجات الصفاح جات. ساعة ما نزل البنة من ابو زعب الصدر قرار اعتقال كل من له فكر اسلامي. اخوان مسلمين شبان مسلمين جمعية شرعية. اي حاجة. بيصلي الجمع الملك كل اللي احد على طوء. اه? دخلنا يا اخويا. راح بالعمة والكاكل اقلق لعز الشيخ. ايه يا سيدة الاعين. لا ده انتليك بدل ايه. الله يخرب بيتك. هتعملنا فندية على اخر الزمان. ايه ده المصيبة السود. ايه ده اقول مسلمين. حاجة. ولمسنا بدل. لمسنا بدل على اخر الزمان. واخدنا دكتوراه من جمال عبدالناصر. دكتوراه في الظل. اه? وبعدين يجي واحد صلي يقفل علي الاوضة وقول لي يا سيدة الشيخ سؤال بينه وبينك اقول له الطب. ما عدل في زنزان انا هو. قال لا لا حسألك سؤال. قلت لسه. قال لي انا لو قمت ضربتك لما موتك دلوقتي طبع الاوامر يبقى عليها زن. قلت له ايه? فانت عايسي موتني لو تاخد فتوى? يخرب بيتك يا حد اغض الصوت. عايسي موتني وديك فتوى. قال لي طبع عليها زنبي ليه? ده لحد المغنور? قلت له لا. عليك زن. اضرب على حياتك ولا حار يا رب? بس. تضربني انا ليه? انا عملت لك حاجة. انا بيني وبينك ايه? دي ايام ايه? الايام السودة دي. بقول لك انا بعد ما طلحت من السجن واحد كان يوميا عندي يزورني في البيت ما جاش سلم علي. وبعدين قابلني صدفة بعد الغياب في الشارع فجأة. ها? وبعدين الطر يسلم علي الان اللي واخد ايدي شاور له سلام يعني فجأة. قال لي ازي شيخ ما تاخذنيش ازا كنت ما جيتش سلمت ده عليك بقول له ليه يا حج. قال لي لان انا عايز اربع يالي. يا لطير. ده الاتصال بيه بقى خراب بيوت. قال لا شيء غريب. الاتصال بينا بقى خراب بقى احنا اللي بنعمر البيوت. ده احنا ابني بنصلح المتخاصم وبربض الانطلق. وبنعاون المحتاج بكلمة طيبة. اصبحنا في دوائر خمرة. اصبحنا خطرين على الان. في بلد ضوعة فيها الان. هكذا اراد الظلم. قلتولي يا ابن رب عيالك يا الواهي باركلا. روح يا ابن رب عيالك. مدام يا ابن اتصالك بي حي موتك ويودك في ده يا روح رب عيالك. شوف الدنيا. شوف لما ياخدوا تقريرات مين اللي بيصلي. طيب خلاص. اخرجوا آل لوط من قريتكم. انهم اناس يتطقعوا. دخلوا الناس اللي بيصلي السجول. وخلوا الحرامية بر. هن اردى مصلح ايديا للحرق تاني مرة. ما فاتش صاف. الحرق تاني مرة. اختناق خمسة وثلاثين عامل. وخسائر بعشرين الف جنيه طبعا دي ابو لمحة. تحط جنب العشرين الف نقطة كما. شوف النقط بقت كام. ونجلى عليهم نقطة كتيرة او. ادي ادي الناس اللي بتصلي. هو انتو تقدروا تصليحهم الا بمعرفة الله الا بالرجوع الى الله. ترجمة نانسي قنقر